تفضل يا محمد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم حياك الله سم حياك الله يا خنا عندي سؤال يا ركب طيب عطنا سؤالك يا محمد أيوة سؤالي هو في بعض الجهات بتطلق التكفير على بعض الحكام يعني أنا بس ألحسي أنا يعني مع أصحابي لما بتونس بيقول هل الرئيس المعين مثلا كافر ولا لا مثلا بإنسان بشار الأسد فيه ناس بيقولوا هو كافر وفيه ناس بيقولوا لا وفي الحديث اللي بيقول يا أخي ألاحد الذي بيننا وبينهم الصلاة وبنشوف في التلفزيون أنه بعض اللقطات بتجيبينه بشار الأسد يصلي هل بشار الأسد كافر ولا لا باعتباركم جهة رسمية أرجو منكم الإفادة يا أخي ما كلفك الله بهذا بالكلام بالناس وتكفير فلان وعلان ما كلفك الله بهذا وانصح إخوانك أنهم لا يدخلون في هذه المواضيع هذه مواضيع خطيرة وأيضا هذه ليست من شؤونكم تكفير الناس لا يجوز إلا ببرهان ويكون هذا عند أهل العلم والبصيرة إذا احتيج إلى بيان الحكم وأما إذا لم يحتج إلى بيان الحكم فلا يجوز أن يكون هذا حديث المجالس وانشغال الناس بذلك لأن هذا فتنة نعم وانشغال الناس بيان الحكم وانشغال الناس بيان الحكم وانشغال الناس بيان الحكم وانشغال الناس بيان الحكم